بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل في أقسام الطهارة وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل والثاني الطهارة بالتراب وهو الفرع أقسام المياه الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط طهور ونجس فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن وهو صحيح فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة أي طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس يجب اجتنابه والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ويؤيد هذا القاعدة الفقهية المجمع عليها وهي اليقين لا يزول بالشك ومعناها أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين ولا يزول بما دونه وهو الشك أو الوهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته رواه البخاري فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر